السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتكلم عن حال نبينا وحبيبنا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه عن حاله في مكة لما كان صلوات ربي وسلامه عليه يطوف في أحيائها يدعو الناس للإسلام يرغبهم في عبادة الله تعالى فكان يحرص صلى الله عليه وآله وسلم على الكلام مع كل الناس مع الكبير والصغير والغني والفقير والوجيه ومن كان دونه كان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يوجه الجميع على أن يدعو الجميع على هداية الجميع فاجتمع في يوم الأيام بين يديه مجموعة من كبار قريش ممن لو آمنوا ووحدوا فإن الأتباعهم سوف يتأثرون بهم ويدخلون في الإسلام تبعا لهم وهذا طبيعي إذا أسلم كبار الناس ووجهاؤهم تأثر بهم من هم تحتهم فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتحدث معهم على أن يتكلم على أن يدعوهم إلى التوحيد وهو فرح مستبشر أنهم اجتمعوا هذا اليوم بين يديه وأنهم جلسوا ينصتون إليه في هذه الأثناء أقبل صحابي كفيف البصر لكنه مبصر القلب أقبل عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وقد سميت أمه أم مكتوم لأنه كتم عن النظر فكما تقول أنا كتمت هذا السر يعني لم أبح بهذا السر ولم أخرج السر وأخفيت السر عن الناس فكذلك سميت أمه أم مكتوم أم الأعمى أقبل رضي الله عنه يبحث عن نبينا صلى الله عليه وسلم ليطلب منه أن يحفظه شيئا من القرآن يعني الأعمى لا يستطيع أن يقرأ وبالتالي والقراءة أيضا ما كانت منتشرة أصلا فيحتاج إلى من يبدأ يكرر قل هو الله أحد فيكرر أعمى وراءه قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد هكذا فهو يستغرق وقتا طويلا في تعليمه ويحتاج إلى تفرغ له وصفاء ذهن ويعني وقت مناسب أقبل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه الرجل الأعمى أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس بين أصحابه يسأل أين النبي صلى الله عليه وسلم فدله عليه في مكة ما في مسجد ولا في شيء جاء وأقبل وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أم مكتوم رجل كفيف لم يدرك ما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الناس وما يدر من اللي عنده النبي صلى الله عليه وسلم أصلا وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه بالمناسبة ترى كان من علماء الصحابة ومن وجهائهم ومن عقلائهم ومن قضاتهم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآه يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي وولاه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين كان عليه الصلاة والسلام ربما خرج من المدينة في بعض أسفاره ويحتاج إلى أن يترك نائبا عنه في المدينة يقضي بين الناس ويصلي بهم يدير شؤون المدينة فولى عبد الله بن أم مكتوم مرتين عبد الله بن أم مكتوم لما أراد أن يخرج الصحابة إلى معركة القادسية قال أخرج معكم قالوا أنت كفيف البصر قال أخرج معكم وإن كنت كفيفا أصلي بكم وأفتيكم فلما خرجوا وصلوا إلى هناك قالوا وريد أن أشارك في المعركة قالوا تشارك في المعركة وأنت كفيف البصر قال ألستم تحتاجون إلى رجل يحمل الراية قالوا بلى قال أنا أحمل الراية اللي يحمل الراية لن يقاتل أنا أحمل الراية فأصر عليهم حتى أوقفوه في نصف الجيش وحمل الراية غرسها على الأرض وحفر بقدميه حتى غط قدميه في التراب ليثبت نفسه حتى السشهد رضي الله عنه وهو يحمل الرائح عبد الله بن مكتوم نزلت هذه الآيات حوله فقال جل وعلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن حرصه على الدعوة ودعوته لهؤلاء عبس وتولى أن جاءه الأعمى كان عليه الصلاة والسلام يتحدث معهم عن التوحيد عن الإسلام عن عبادة الله من هو الله من هو الخالق لا يليق ولا يجوز ولا ينبغي أن تعبدوا هذه الأسلام معه يدعوهم إلى الله في هذه الأثناء وهو يتكلم أقبل عبد الله بن مكتوم رضي الله وتعالى هذا الرجل كفيف البصر وجلس بجانب النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يا رسول الله علمني مما علمك الله النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بهؤلاء فلم يلتفت إليه وأكمل كلامه معهم وكأنه يقول طيب أنت من أصحابي ومن أحبابي وأنت بين يدي إذا شئت أن أعلمك في وقت آخر أنا الآن مشغول بهؤلاء لكنهم ما شرح له لانشغاله بهم فأعاد عليه يا رسول الله علمني من معلمك الله يا رسول الله علمني من معلمك الله فظهر الضيق على وجهه عليه الصلاة والسلام وهو بشر ظهرت معالم الضيق لكن هذه المعالم لم يرها عبد الله بن أم مكتوم لأنه أعمى فأنزل الله تعالى هذه الآيات عبس وتولى تولى يعني أبعد عن تعليمه أن جاءه الأعمى أن جاءه الرجل الأعمى يعني عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه ثم ذكر الله تعالى أحوال عبد الله بن مكتوم وأحوال دعوة هؤلاء مما سنكمله إن شاء الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى تقدم الكلام عن سبب نزول هذه السورة وأنها نزلت في ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وكان رجلا أعمى وأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بالكلام مع صناديد وكبار من ملأ قريش وذلك في مكة فكأن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بهؤلاء لدعوتهم لأنه يعلم أن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه يمكن أن يلتقي به في أي وقت فهو مسلم ويستطيع أن يعلمه في أي وقت آخر أما هؤلاء فإنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يستثمر ويستغل الفرصة إذ اجتمعوا بين يديه فأنزل الله تعالى هذه الآيات عبس وتولى والعبوس هو تغير الوجه لكراهية الشيء لأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه لم يكن يعلم بانشغال النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الكبار من قريش فجاء وجلس أعمى وجعل يقول يا رسول الله علمني مما علمك الله يا رسول الله حفظني قرآن يا رسول الله فأشغل النبي صلى الله عليه وسلم فظهرت الكراهية من النبي صلى الله عليه وسلم العبوس الذي ذكره الله تعالى في القرآن عبوس لأجل انشغاله بدعوة مع هؤلاء يخشى صلى الله عليه وسلم أن تفوت عليه فقال الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى يعني لا تنشغل بأحد دون أحد فكل الناس مهم في الدعوة إلى الله تعالى وما يدريك لعله يزكى يزكى يعني يتطهر ولذلك سميت الزكاة إخراج زكاة المال سميت زكاة لأنها تطهر المال أنت عندما يكون عندك محل تجاري أو يكون عندك مال اكتسبته فإنك في كل سنة تخرج منه اثنين ونصف في المائة حتى لو كان في هذا المال شيء من ربما حقوق الناس لم تعلم بها أو غش وقع لم تعلم به أو قل غير ذلك لو وقع في هذا المال شيء فاخترط بمالك الحلال الأصلي فإنها الزكاة تطهره تزكيه فقال الله تعالى وما يدريك لعله يزكى لعل الكرام الذي يسمعه منك هذا الرجل الأعمى يزكيه يطهره يدله على الخير أكثر يجعله يقبل على الصلاح أكثر لماذا تعرض عنه؟ قال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى يذكروا وما كان غافلا عنه من الحرص على الخير الحرص على الطاعات فتنفعه الذكرى فينتفع بهذه الذكرى وهذا فيه أيها الإخوة والأخوات أن الإنسان لو عرض عليك فريقان من الناس فريق عندهم نوع قبول للخير أصلا وإقبال عليه ومحبة للخير وفريق آخر هم معرضون أصلا ولا يريدون الخير ولا يقبلون عليه فقيل لك ادعو أحد هذين الفريقين إلى الإسلام هل تدعو هؤلاء الذين هم أصلا عندهم حب للخير وحب للعمل الصالح حتى لو كانوا غير مسلمين في ناس غير مسلمين ومع ذلك عندهم حب للأشياء الطيبة الصدقة على الفقير رعاية اليتيم كف الأذى عن الناس عندهم في فطرتهم السليمة محبة للخير عموما بينما هناك أقوام آخرون ليس عندهم مثل هذا الإقبال الخير فالأصل أن تقبل على من هو مقبل عليك الشخص الذي أصلا عنده قبول للخير هو الذي تعال وأقبل عليه الكأس الفارغ الجاهز بالماء هو الذي تملأه أما الكأس المليان الذي يستطيع الذي تحتاج إلى أن تخرج ما فيه ثم تملأه مرة أخرى فهذا لا تنشغل به وعندك ما هو فارغ فقال الله تعالى وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى أما من استغنى أولئك الصناديد الذين هم معرضون عنك أصلا أما من استغنى فأنت له تصدى يعني تقبل عليه وما عليك ألا يزكى أنت عليك أنك تبلغ الرسالة فقط أيها الداعية أنت عليك أن توضح الخير للناس أيها الداعية وما عليك أهتدوا أو ما اهتدوا هذا إلى الله تعالى أنت عليك البلاغ فقط أن تبلغهم الرسالة ثم قال الله وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى اللي هو ابن أم مكتوم الأعمى وهو يخشى فأنت عنه تلهى تتلهى بهؤلاء كان يمكن أن يصرف له ولو شيء من الوقت فقال الله كلا إنها تذكرة هذه تذكرة لكل من يعمل في الدعوة ألا تنشغل بأحد دون أحد ألا تضع جهدك الكبير في المدير وفي الوزير وفي العظيم وتدعى الضعفاء والفقراء والمساكين كل هؤلاء هم محل دعوتك وهم أهل الإجابة إن شاء الله صلى الله عليه ولكم التوفيق والسلام عليكم السلام عليكم تكلمنا فيما سبق في بدايات سورة عبسة وتولى وصلنا إلى قوله تعالى كلا إنها تذكرة يعني ما مضى من قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه الأعمى ومع صناديد قريش هذه تذكرة لكل من يعمل في الدعوة إلى الله تعالى ألا تنشغل بأحد دون أحد ألا تنشغل بالكبير والعظيم بدعوته وتصرف في ذلك الأوقات وتغفل عن الضعيف والمسكين والفقير لأن كل أحد له حق أن يدعى إلى الله تعالى أن يعبد لله جل وعلا فقال الله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كل هذا مسجل في صحف عند الله جل وعلا الصحف التي تكتب فيها أعمال العباد فهي صحف مكرمة يعني لها قدر وهي مرفوعة مطهرة وقيل هو اللوحة المحفوظة الذي كتب فيه كل شيء قال الله بأيدي سفرة كرام بررة سميت الملائكة بسفرة لأنهم رسل بين الله تعالى وبين عباده هم يرفعون أعمال العباد إلى الله تعالى ويلتمسون مجالس الذكر ويرتفعون إلى السماء ويقولون يا ربي هؤلاء يذكرونك هؤلاء يحمدونك هؤلاء يستغفرونك وهم كذلك رسل بين الله تعالى وبين الأنبياء والسفير هو الذي يكون رسولا بين دولة ودولة إلى اليوم هذا المسمى موجود وأول سفير في الإسلام هو مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى آخر القصة أن الله تعالى سماهم سفرة وهم كرام وهم بررة والبر هو الخير الكثير ولذلك يقال مثلا هذا من أعمال البر يعني سقي الماء وإطعام الطعام وكفالة الأيتام والإحسان إلى الناس وغير ذلك من الأعمال الصالح هذه كلها من أعمال البر فسميت ملائكها بررة لمحبتهم لعمل الصالح قال الله تعالى كرام بررة ثم التفتت الآيات إلى الإنسان المعرض الذي يقال له آمن بالله الذي خلقك ورزقك وسواك فعدلك وهو الذي يملك ضرك ونفعك ويعرض فقال الله قتل الإنسان ما أكفره كيف يكفر؟ والله تعالى الذي خلقه ورزقه وأوجده وأمره بعبادته كيف يكفر؟ قتل الإنسان نوع من الدعاء عليه بالموت قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه يعني لماذا يتكبر؟ هل خلق من الذهب ومن الفضة ومن الحديد والألماس من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره يعني خلقه أول شيء نطفة الحيوان المنوي يتحد بالبويضة عند المرأة ثم يبدأ إنشاؤه طورا بعد طور وخلقا بعد خلق وقدره يعني يكون الفترة الأولى كذا ثم الفترة الثانية كذا ثم التي بعدها كذا حتى يولد جنينا ويكبر حتى حتى يشيخ فقال الله تعالى من نطفة خلقه يعني من نطفة مذرة محتقرة عند الناس ومع ذلك خلقه الله تعالى منها من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره يسر له السبل يعني الطرق كيف تأكل كيف تشرب كيف تلبس كيف تشتغل كيف تحرث الأرض كيف تزرعها كيف تحصدها يسر له علمه هذه الأشياء السبيل يعني الطرق التي يسير فيها الإنسان سواء هي طرق دنيوية أو طرق أخروية ثم السبيل يسره وبعدما يسير في حياته ثم أماته فأقبره يدخل الإنسان إلى قبره هكذا رحلة الإنسان في حياته لكنه يبقى في القبر زمنا ثم إذا شاء أن شرح والنشور هو بدء خلق الإنسان مرة أخرى بدء خلق الإنسان مرة أخرى لأنه في القبر يأكله الدود ويفنى ولا يبقى منه إلا عجب الذنب كما جاء في الحديث وهو آخر فقرة في الظهر التي يخلق منها تكون هي مثل البذرة التي يخلق منها الإنسان فأنشره يعني خلقه مرة أخرى ولما ينفق في الصور يقوم من القبر فأنشره فذكر الله تعالى بعد ذلك وقوع القيامة وكيف أن الله جل وعلا يحاسب العباد نقول نذكر لكم ذلك إن شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال في سورة عبسة وتولى قال الله جل وعلا بعدما خلق بعدما ذكر خلق الإنسان وأنه خلق من نطفة فكيف يتكبر وغير ذلك قال الله جل وعلا ثم أماته فأكبر ثم إذا شاء انشره يعني أخرجه من قبره كلا لما يقضي ما أمره يعني نحن أمرناه بالتوحيد وأمرناه بالصلاة وأمرناه بالصيام أمرناه ببر الوالدين أمرناه بالإحسان إلى الناس أمرناه بكف الأذى عن الآخرين كلا لما يقضي ما أمره ما قضى ولا عمل بما أمرناه به كلا لما يقضي ما أمره ثم قال الله تعالى بعد ذلك ممتناً على الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا نزل المطر ثم إذا نزل المطر ثم شققنا الأرض شقا تبدأ الأرض تتشقق سواء شقوقا كبار أو صغار ويخرج منها النبات فأخرجنا منها حبة القمح والشعير والذرة والدخن وغير ذلك من الحبة الذي أكله الناس يضحنونه ويصنعونه الخبز وغير ذلك قال فأخرجنا منها حبة ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا والقضب قيل هو العلف الذي يكون للحيوانات والعنب هو الذي يأكله الإنسان ثم قال الله جل وعلا وزيتون ونخلا وحدائك غلبا وفاكهة وأبا الزيتون معروف والنخل معروف يخرج منه التمر وحدائق غلبا وحدائق غالبا أي بساتين فيها أشجار كثيرة ملتفهم بعضها على بعض حتى غلبت على الأرض وغطتها صارت الشمس إذا ظهرت لا تصل إلى الأرض لأن هذه الأشجار غلبت على الأرض وغطتها من كثرة التفافها وحدائق غلبا وفاكهة وأبا الفاكهة أنواع الفاكهة من البرتقال والتفاح والموز والكمثرة والتين وغير ذلك والأب قيل هو طعام أيضا للحيوانات فيخرج الله تعالى للإنسان وللحيوان ولذلك قال بعدها متاعا لكم ولأنعامكم الذي ذكرناه من أنواع الطعام هو لكم ولأنعامكم أيضا الذي هو القضب والأب قاله هو طعام للحيوانات ثم قال الله تعالى مبينا أن الموت ليس هو نهاية الحياة قال فإذا جاءت الصاخة والصاخة هي الصيحة العظيمة النفخ في الصور الذي إذا نفخ فيه صخت وزعجت آذان الناس وانتبهوا إليها فإذا جاءت الصاخة وهي من أسماء يوم القيامة القيامة تسمى بالقيامة وتسمى يوم الدين وتسمى يوم التغاب وتسمى بالقارعة والصاخة وغير ذلك قال يوم يفر المرء من أخيه من شدة الفزع وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لماذا؟ لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل واحد يبحث عن نجاته من هذا الفزع الذي حصل ثم قسمهم الله تعالى قال وجوه يومئذ مصفرة الله يجعلنا وإياكم منهم ضاحكة مستبشرة لأنها هذه الوجوه منذ ما كانت في قبرها بشرت بروح وريحان ورب الراد غير غضبان ووسع عليها في قبرها فيكون عندها كما قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولائك لهم الأمن وهم مهتدون يعني عندهم نوع من الثقة والأمن أنهم بشروا وهم في القبر بما يكون حالهم بعده فقال الله جل وعلا وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه اليومئذ عليها غضرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وهذه القترة هي السواد والظلمة التي على الوجه كما تقول والله في قتر في الجو يعني فيه سواد وظلمة لا نستطيع أن نرى القمر أولئك هم الكفرة الفجرة عيادا بالله سر الله لي ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة اشترك في القناة